اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب اهمية العلاقات المتنامية بين مملكة البحرين وجمهورية صربيا الصديقة وفرص التعاون الواعدة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات تنفيذا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى استقبال سموه مساء امس فخامة الرئيس اليكساندر فوتشش رئيس جمهورية الصربيا الصديقة في مخيم سموه بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الاول رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة وذلك على هامش زيارة فخامة الرئيس الصربي لمملكة البحرين وخلال اللقاء قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لفخامة الرئيس الصربي ايجازا حول موروث مملكة البحرين وهوية المملكة العريقة وعدد من الهوايات والعادات الاصيلة التي تشتهر بها المملكة على مستوى المنطقة واكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اهمية الحفاظ على موروثنا العريق ونقله عبر الاجيال حفاظا على الارث الذي تسخر به البحرين عبر تاريخها المشرف من جانبه عبر فخامة الرئيس اليكساندر فوتشيش رئيس جمهورية الصربي الصديقة عن اعجابه بما اطلع عليه من معلومات قيمة تعكس هوية مملكة البحرين وحضاراتها العريقة متطلعا لتعزيز اوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها المجالات الثقافية هذا وقد اقام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مأدوبة عشاء تكريما لفخامة الرئيس الصربي والوفد المرافق تكريما لطبي وليس اeksربة عودة عدugo توفي اشترك بترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة